اشتركوا في القناة كل ما كتمنى ويا ربي مجموعة من الأسئلة كتطرح نفسها في عادتنا الغذائية أكيد أنه كيكون تغيير نمط الحياة نمط الغذائي دينا وكيتطرحوا أسئلة كثيرة حول هذا الموضوع هذا لهذا الغارة اليوم مستضفين معنا وحضر معنا ومشرفنا الدكتور عثمان نافدي أخي الصائف في جراحات الجهاز الهدمي مرحبا بيك دكتور عثمان مرحبا بيك للا مرحبا بيك جميع المشاهدين ورمضان مبارك سعيد أحوال طيبة على خير كيف غادي مع رمضان؟ الحمد لله رب يخليك ورمضان يعني كتغير بزاف دير الأمور ولكن يعني كتكون نوع من التمرين يعني أو الامتحان يعني للإنسان على مستوى الروحي وعلى مستوى البدني أيضا أكيد دكتور بدايةً علش المغاربة كي أمنوا باللي المكلة بزاف رمضان وخاصها تكون بزاف رمضان هي اللي غاتقدر تعاونهم على الصيام وغاتقدر تعاونهم على أنهم مدوزون هار بخير أولاً قصنا نعرفه عشنا هو رمضان رمضان هو يعني واحد الامتيحان كي يخطع للإنسان عن مستوى الجهاز الهضمي أنه كان توقفه على الأكل المدة دي 14-16 ساعة هذه الفترة هذه بطبيعة الحال كي يكون الخفاض دي الهرمون الأنسولين لأنه ما كيستهلكوا شيء سكريات باش الهرمون الأنسولين يعني يتم إفرازه فبالتالي فهذه الفترة هذه اللي كيوقعه هو أنه يعني كتكون هرمونات أخرى هي اللي كتساعد الإنسان أنه يقلب على الطاقة اللي هو محتاجها بالنسبة للقلب وبنسبة الجهاز العصابي والموخ والعضلات أيضا من طريقة من الضهون أو من السكريات اللي هي مخزونة في العضلات أو في الكابيد وخصوصا يعني السكريات اللي هي مخزونة أيضا يعني في شكل شحوم مع كم الأسب بعدنا في البطن فبالتالي المشكل اللي كيوقعه هو أنه رمضان يعني دائما اللي كيوقعين المشكل اللي كيوقعه هو دائما أنه يعني كيكون الناس اللي كي يعني كي يكونوش بطريقة صحية غالباً كي يأكلوا وجبات اللي هي كتيرة فهذه الوجبة الكتيرة كتأدي دائماً إلى رفع مستوى ديال هرمون الأنسولين في الدم ولكن باستمرار باستمرار فبالتالي هاد الهرمون ديال الأنسولين في الدم هو كي يساعد بطبيعة حال أعضلات هو الأجهزة ديال الجسم بالتزود من السكريات لأنه هو يعني كما كيقولوا يعني هو الكاربيرون يعني هو اللي كان يعني هو المزوط مش قدامي ولكن في نفس الوقت من اللي كانت تكون يعني الحاجة ديالنا قل من الدكشي اللي كان ناخده من المأكولات فبالتالي هنا الهرمون الأنسولين كي يدخل باش يقوم بنوع من تخزين السكريات عن طريق شحوم داخل البطن بالدات وهذا تراكم الشحوم في البطن هي المسؤولة بشكل مباشر أو داخلها في إطار منظومة اللي هو كنسميه متلازمة يعني ميتابوليكية أو السندروم ميتابوليك اللي تدخل فيه الضغط وتدخل فيه السكر رقمجوج وكيدخل فيه الكوليستيرول وكيدخل فيه أمراض القلب والشرايين فبتالي الوزن بوحده ما بقاش علامة ديال أنه ممكن تعرضه المشاكل ديال القلب ومشاكل ديال الضغط ومشاكل ديال السكر ولات بالأخص يعني تراكم شحوم داخل البطن بالدات هي اللي هي واصبحت يعني المعيار الحقيقي يعني فبتالي الأطيباء ديم كي ياخدوا الوزن ولكي ياخدوا أيضاً كي يعبرو يعني الكرش لأنه ولك يعطي يعني يعني هو أدق أكتر من الوزن لأنه الوزن ممكن داخل فيه العضان داخل فيه العضلات إلى آخر ولكن يعني يعني العبار ديال البطن يعني بالضبط في يعني في يعني في العروة يعني هو المعيار اللي أصبح حقيقي فبتالي بالنسبة للنساء يجب أن يكونوا دائماً تحت 88 وبالنسبة للرجال يجب أن يكونوا تحت 98 فبتالي فوق من هاد المستوات هادو كنبدأوا يعني كندخلوا فوحد يعني فوحد مجموعة ديال الناس اللي هما كيبدأوا يدهر عدم ده المشاكيل ديال مترازمة ديال سندروم ميتابوليك اللي غادي بدأوا يطوروا هاد المشاكيل كلها فبتالي المشكل دائماً أولاً يعني دائماً كنشوفو حنا واش تبعو يعني واحد الحيميا غذائية ودائماً كنقلبوا على واش كيستطعووا بأنهم يحرموا نفسهم يعني باش ينزلوا يخفضوا هذا يعني الاسيكريسيون يعني الإفرازات للأنسولين يعني في الدات باش نعرفوه واش نقدروا نسيطروا للوزن ديالهم فبتالي غالباً المشكل ديالهم هو أنه القرين وطاش ديم كي يأكلوا ما كي يحبش يعني كي يأكل ستاتاً سبعة الواجبات يومياً فبتالي من الصعب أنك توقف تراكم الشحوم يعني في البطن فبتالي رمضان تيكون تمرين لهذا الناس هذو يعني التمرين إلا استطاع تيب أنك تحرم نفسك لمدة 14 ساعة من الأكل يعني مستوى الأنسولين منخفض يعني هرمونات الخرى اللي غادي تدخل باش تحيد الشحمة يعني من البطن بهذا المعنى وترجع السكار باش يخدم به البدن فلا استطعنا ندوج من هالتمرين ونطبقه فيما بعد على الحياة اليومية ديالنا باقي العام يعني هذا هو المشكلة دوكتور كان صب 14 ساعة ولكين كنا نأكله بزف الفطور في الصحور في العشاية هذا هو المشكلة آخر بالنسبة للرمضان بطبيعة الحال أنه الجوع تيؤدي إلى انخفات السكر في الدم فبتالي هذا كي يرفع هرمون الأدرينالين وهذا كي يرفع الحموضة داخل المعيدة وبتالي هذو المشكلة هذو كنا نلاحظون انطلاقا من الزوج 3-4 عشية كي يطلع الحموضة يعني في المعيدة فبتالي الناس من اللي كيكونوا في الإفطار أشنو اللي كيوقع لهم يعني كيمشون مباشرة السكريات هو المسألة هذه مطلوبة يعني السكر منخفض في الدم فبتالي الدم ما خطي تفطر يعني يعني هذا يطلع الحموضة يعني كيميا من الماء لبأسة بهم بعد كمشين نصليوا بعد كمشين نصليوا بعد كمشين نأكلوا ولكن تخصنا الحديو في الأكل لدينا بأنه ما مشيش للجعوه الكيميات السكريات هائلة لأن كيميات السكريات الهائلة كتأدي إلى رفع السكريات أولا كيدخل الكيميات الكبيرة السكر للجسم للإنسان خصوصا المعيدة في المعيدة ما سيقوم بأنه رفع الحموضة بشكل مهول فبنسبة للناس الذين عندهم القرحة في المعيدة أو الذين عندهم التهاب المعيدة أو الذين عندهم الارتجاع سيعانيوا بشكل كبير في رمضان هنا دكتور أنا أعطي أسأل أخر لماذا خلال شهر رمضان كتبا بشكل كبير المشاكل في الهاضم والمعيدة هناك الكثير من الناس الذين يدخلون رمضان كتبا بشكل كبير المعيدة كتبا بشكل كبير المعيدة يمكن العام كله يكون ستابل لا يوجد مشكلة وكان خلال شهر رمضان كتبا بشكل كبير المعيدة سواء بالجرتمة الحلزونية أو ماشي بالجرتمة الحلزونية فبتالي هذا المريض هذا دائما يحاول يعالج نفسه بنفسه بمعنى أنه ملكت كي يكون المعيدة دياله الخاوية أو مثلا كي يجوع فبتالي السكرية كتنزل فكتل على الأدرينالين وكتل على الحموضة داخل المعيدة فبتالي هذا المريض هذا بشكل كي يعالج نفسه لكي يبدأ يشرب كازل الحليب فبتالي هذا الحليب يعني كي يبرد يعني المعيدة دياله أو كي تناول كيميا من الغذاء فبتالي ربما يقولك المعيدة عندي شي شوية ما هياش ولكن دائما هو كي يعاون فرمدان تخصويا يخدنا 14 ساعة ديالصيام فبتالي المعيدة يعني قد تخطع الامتحان حقيقي فبتالي لكنت هذك التهاب ديال المعيدة أو لكي نقرحة أو لكي نشحة يعني في المعيدة فبتالي هذا غد يؤدي إلى أنه بالفعل إنسان غد يحس بحريق وخصوصا من طلاقة من الربعة ديالالعشية لأنه الحموضة كتبدأ تطلع يعني بشكل تدريجي فبتالي المريض غد يبدأ يحس بالفعل بأنه يعني كي يحريق كبير فبتالي الناس كيمشون المستعجلات غالبا طلاقة من الربعة وخمسة ديالعشية أو مع الفطور أنه كي يحرك كبير في المعيدة بعد مرات كي تحصل يعني القراح كي يكون فينازيف رغم أنه ما كنشوفهش بزاف خصوصا أنه كي يوقع تقب في القراح يعني لدرجة أنه كي يكون تهاب السفاق وكان تطرون دلو عمليات جراحية على المسألة هذه فبتالي أنه الناس اللي هما يعدوا مشكل ديال المعيدة يعني هو كي يتعامل مع طول السنة بعد طريق الأكل أنه كل ما كي يحس بحش في المعيدة أو الشيء من القبيل أنه كي يأخذ حليب أو لا دانون أو لا كي يأخذ أكل فبتالي هذا الأكل كيمتص هذه الحموضة فبتالي الإنسان كي يحس بشوي ذراحة وكي يكمل في رمضان فبالفعل هو كي يكون واحد الامتحان حقيقي أنه تغير العادة اليومية المعيدة يعني كتخضع يعني الامتحان حقيقي فبتالي أن تكون لأنتهاب أو لأجرتهم حالة زونية أو لأقرحة في المعيدة فبتالي بالفعل يعني المريض يعني كي يحس بمشاكيل اللي هي تحسب يعني بحريق اللي هو كتير يعني كي ما تقولو ففهم القلب كي يحس يعني هذا الحريق ممكن يمشيلوا للظهار أنه في حالات ممكن يوصل للنزيف حالات ممكن يوصل للتقل ديال يعني ديال القرحة بالنسبة الارتجاه هذا كنشوفوه من بعض الفطور أنه الناس اللي كي يقول الفطور ديالهم غاني بالسكريات يعني كيرفعوه يعني هما كي يجوش دين العوامل اللي كيلعبوه هالدور هذا يعني الشحوم زائد السكريات هذو بجوجهم كيت يعني كيتجمعوا بجوج باش يرفعوه الحموضة بشكل كبير بززار في المعيدة فبتالي الإنسان اللي هو يعني كان عنده مشكل في المعيدة ولكن يعني متعايش معه يعني متعايش معه بشكل اللي هو طبيعي فبتالي كي بصر رمضان تيخسو يخدع 14 ساعة ديال السوم وبتالي خصوصا من ربع اللور غدي بداي يخدع الكيميات ديال الحموضة كتطلع وما عندوش كيفاش يدير إلا لفطر وببعد الإفطار غدي بداي يأكل واجبات المغربية يعني غالبا يعني فيها سكريات فبتالي كتطلع الحموضة أكتر فأكتر فبتالي الناس كي يعني من البهد الفطور كتلقاهم في المستعجلات يعني عندهم حريق كبير في المعيدة أو لا شيء من القبيل فبتالي النصيحة اللي كان نص هو أنه السكريات والدهنيات نخفض منها بشكل كبير صحيح أنه تمر أو لا شويدة شباكية هذي في اللووذي الإفطار ضروري لأنه السكار نازل بزاعة تخصك تطلعو ومبعد تخصك تمشي المياه مباشرة ولكن ما ننسوش بأنه تخصد الدهون والسكريات تخصد تكون منخفضة وتجأو الخضروات وتجأو المسائل والبروتينات إلى آخر باش يعني نحصلوا لأحد الوجبة اللي هي متكاملة اللي باش ندوز بها الإفطار دي لنه بشكله اللي هو يعني صحيح نعم دكتور هنغازي تديني لواحد سؤال تلقا من تجربات ديالك علاش الناس نوعا ما كاتت عاند مع صحة ديالها؟ أحيانا كتلقا مشاكل صحيح بيننا وغلينا كلنا يا مشاكل صحيح لأنه أغلبنا يعاني مستخ Services وكين عكس على المعيدة،كين عكس على مجموعة من الأعضاء في الجسم ديالنا لماذا يكون دائماً دائماً العناد؟ نتعرف أن هناك شيء سوف تدرك و سوف تعطي المشكلة ومع ذلك سوف نضغ منها و لا يوجد مشكلة سوف يأخذ الدواء و سوف يأخذ البنصمون هذا البنصمون يأخذ عادية كيف يأخذ الدواء للرأس دائما محطوط لدينا البنصمون غاستخيات دائما محطوطة على شكل السيرول وعقار دائما محطوطة فقط بين قوسين أنه الناس في رمضان يعاني بشكل كبير من جوجة الحواج مشاكل دائما المعيدة و المشاكل للجهاز الهدمي وأيضا الحرق دائما الحرق دائما هذا السبب يالو آخر الحرق دائما السبب يالو الرئيسي هو الانتشاف يعني نشوف يدي الدد الجفاف دائما الجفاف يعني أنه لا ديزيدراتاتي فبتالي الناس يأخذوا التمر في الأول وخاصه يأخذ واحد نصف لتر دائما الماء في الأول لأن الماء ما تيبقاش كتر من خمسة دقائق في المعيدة يمشي الماء معه فبتالي الدد يالو كتروه فبتالي احنا كنعرفوه بأنه الناس اللي هما يأخذوا كميات كافية من الماء غالبا ما يجيهم ش حرق دراس هذا كحرق دراس علامة من العلامات ديال أنه اجتفاف اللي تيوقع في الدات فبتالي هذه فقط بين قوسين فبتالي الناس في المغرب أنه الصحة يعني شي حاجة اللي هي أنتيم يعني شي حاجة اللي هي خاصة فبتالي الناس اللي كيبدو مثلا كلاحظوها مثلا كيطلبو مثلا قهوة مصوسة كيطلبو أتيم السوس يعني يعني الناس كيبدو يسولو ووش عندك السكار كاذا إلى آخر يعني كان بعض الناس كيوقع لهم واحد نوع من الحشماء أو واحد نوع من يعني الصحة ديالو سي ما كيبغيش يصرح بالأمراض اللي كي تكون عنده فبتالي هاد المسألة دي شوية كتضايق الناس بأنه يبانوا بأنه عندهم عجز أو لا يعني 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 عندهم شي مشكل صحي لغيفردهم على الأخير يعني أنهم اللي تكن قول مثلا مرضى ديالو مثلا اللي تقولوا لي مثلا بغنين اندروا جراحة ديال السمنة أو لا شي حاجة كتقولوا أولا غدي تبدأ باع خصائي غذائي يعني الحمية ديالوك وخصك تعرف بأنه خصك تتخلص من السكريات الباطئة وخصوصا سكريات سريعة وبأنه ما خصك شي تبقى شرب أتي حلوة ما لقه حلوة إلى خير لأنه كل شيء هاد شيء كي أدي لارفع الأنسولين وبالتالي تركم شحوم في الدات إلى خير والسمنة مع الوقت إلى خيره فالناس دائما كي يقولوا لي بأنه يعني كي صعوبة اجتماعية في هذا الموضوع هذا بأنه لا أتي ديال المسوس لا قهود ديال المسوسة لا ما نأخد شاي البريوات مع الشباكية يعني المطبخ المغربي هو غني ولكن غني أيضا بالدهون وغني بالسكريات يعني لازم نلاحظوا بأنه صحيح بأن الطباخين جداد اللي هم الجيل اللي طالع يعني أنه قام بنوع من التحديد ديال المطبخ المغربي بحيث أنه يكون في قل شوية من توابيل قل شوية من السكريات قل شوية من الدهون باش يكون يعني السحي أكتر ولكن مع ذلك أنه كان بعض الناس لسبب اجتماعي ما تقدروا شيء يعني يتعاملوا مع الوضع يعني بحالة يقول لك بأنه أنا وعلى هذه الحسابانة سيتعزلوني داخل العائلة العائلة غاد يقول لي أكل في طبرة بوحدهم ونقول لي ناكل في طبرة بوحده لأنه أتي ديالي نقص من السكار لأن القهوة ديالي نقص من السكار كدولي الله رخص كل شي ينقص السكار لا خصت تكون عادة عائلية لأنه وزارة السحل يعني ديال دولة السويد يعني فرضات على يعني الشركات العالمية اللي احنا كنعرفوها أمريكية أو غير أمريكية إلا بوات بيعوا يعني مجموعة من التوجات ديولكم رخصكم تنقصوا من الملح ونقصوا لنا السكار باش حنا لأننا مقابلين شاي باش وليداتنا يوصلون سنة تلاتين سنة وعدهم ديجة الضغط أولى عندهم السكار فبتالي الدولة السويدية فرضات هذه المسألة هذه يعني مثلا بحردوكلي شيبس تقولوا بأنه مالحين زياد عن اللوزوم تقولوا بأنه نزلي الملحة يعني مثلا بعد مشروبات الغازية نزلي السكريات لأنه يعني الناس يحب تشوفوا على المدى البعيد فبتالي المسألة الاجتماعية أنا تنقل ديما المرضى ديالي تنقل ليه راجع العائلة كلها خصت التعود بأنهم استهلكم شر الكيميات الكبيرة من السكار خصوصا أنه احنا في المدينة عايشين يعني واحد المعيشة اللي هي كما قيقولوا يعني سيدونتير يعني ما احنا شايف اللاحال اللي هما يعني كيخدموا يعني عمال عضالي كبير فبتالي تخصوا نستهلكوا سكريات ودهنيات باش يواجهوا المهام ديالهم باش يواجهوا المهام ديالهم نحنا تقريبا يعني عمال مكتبي او شيء من القابل فبتالي وخصوصا يعني الاكتداد وما كان يش يعني أماكن الخضراء بشدة باش ندروا الرياضة الى آخره فبتالي احنا تنقلوا بأنه تخفيض السكريات وتخفيض الأملاح داخل الأكل هذا مطلب دل منظمة الصحة العالمية يعني أنه حنا في الأكل تخفيض الملح ربما ماشي أملاح الملح عقل هذا صباح مطلب يعني لأنه تقريبا تدمر صحة دل جنس البشري وينعتب السمين يعني السمين السكر والملح الملح يعني فهذا كيتسبف مشاكي كثير فبتالي احنا تنقلوا الناس أنه في رمضان لا يوجد شيء مشكل أنه إفطار ديالك ركيش في ذات مار كيل المياه ومن بعد كمشيوا كنا ندغو الأكل ديالنا لابدا يكون في الخضاء لابدا يكون في بروتينات ناخدو البانكون بلاي ديالنا حتى هوية ومن كتروا شيء من السكريات ومن كتروا شيء من الدهنيات فبتالي يعني كما السيدة كتقول لي كتقول لي أنا يعني كنبغي المسمن بالعسل والزبدة كتقول له يعني هذه يعني ستبدأ ترفع المستوى ديال الحمودة في المعدة إلى مستوى قياسية فبتالي كتلا يمكن تبدليه يعني كما تقولوا زيت البلدي ولا شيء حاجة هكذا يعني أخفر أضرار ممكن زيت البلدي لأنه صحي لأنه في أحماض دهنية اللي يضرروني للبشراء ويعني العمل للجسم البشري ولكن تخصنا نبعده يعني نخفضه 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 السكريات واناكله بشكل هو متوازن فبتالي قبل ما نخافه يعني من ناظرات الغير يعني أنه أنا تنقول المرضى ديالي ما تبقاش تشوف أنا الناس قد يقول لك الله كي شرب السوس يمكن في السكار أو لا مريض أو شيء حاجة نحن نحافظ على الصحة يعني وإن كنت مريضة لا يقدر الله الواحد خصوية يعني نحن في المغرب معك من الأسف بقيتنا ديك الصورة اللي تنخافه من نظرة للآخر للأسف دكتور ومسخي ناش بيك ولكن ختاما نبغيك توجه برسالة مباشرة للناس اللي كيتابعونا بطبيعة الحال خلال شهر رمضان كيفاش نتهى اللفظ حالينا بلا ما نخلقو مشاكل صحية خاصة أن هذه المرحلة اللي كندوزوها يعني رمشي سهلة لا نفسيا ولا صحيا فخاص نوحش شوية جال تركيز في هذا البابع أنا في شهر رمضان من بعد الإفطار لابد أن تناول كميات كبيرة ديال المياه تقريبا جوج ديال لترات ديال الماء لأن هذه المسألة ضرورية لأننا ندخل على فصل الصيف والاجتفاف ما هو شيء في مصلحة الجسم البشري أنه الكيلية من بين الأعضاء اللي يعني كما تقولوا ما كتحمل شاي الاجتفاف يعني ما كتبوي شاي الاجتفاف فبتالي نحافظه لنفسنا من هذا النحية ثاني الشيء بأنه إذا عندك مرض مزمين وغير متوازين إلى آخر يسمى الطبيب باش نوتي يقول لك إذا كلاك ما تصوش ما تجحد شيء الثالث حاجة أنك تخفض يعني تناول الدهون والسكريات بشكل كبير مع كامل الأسف يعني إحنا دبافة في مرحلة الحجر الصحي فبتالي الناس كانوا يعني نصيحة الأخرى اللي تنبين يتمشون نشوي ما تأكل شيء وتنعس مباشرة لأنه هذا يعني الارتجاع مباشرة يعني يعني الصباح تسبح بالحلقة ديالك كله مجروح وحار كتقول أشنو واقع ولله كتفق بالليل كتكوح إلى آخرين عندك الارتجاع فبتالي دائما نطلب الناس بأنه حاول جد مستطاع نعارفين بأنه كين حاجر ولكن في حديقة ديالك إلى آخرين من بعد الماكلة ما تنبشي شاي تنعس سير تمشى باش الماكلة تنزل يعني باش مباشرة وخير في الدار باش مباشرة يعني الارتجاع في حالتي إذا كان عندك مشكل مزمن ديال الماعدة فبتالي محسن تشوف الطبيب ديالك لأنه ممكن يكون مشكل اللي هو خصو علاج بس بالأمراض المزمنة كين أمراض الكابيد إلا كان متوازنة فبتالي كان سمحوا المرضى يصوموا إلا كانت عندنا أمراض مثلاً ديال المصرى الغليد كين سمحون المرضى يصوموا بنسبة الناس اللي كنقومون بعملية جراحية فبتالي من بعد عشر أيام إلا كانت الجراحة خفيفة أنه تسمحون يم يصوموا بنسبة الناس لأنه أمراض اللي هي خطيرة مثلاً عنه السرطان ما تنظنش بأنه بعد المرضى يقول لك تخليتي فوت رمضان عذا باش نفتح تتقولوا لا يعني يعني نباشروا الأمور فهذا السياق اللي تكلمسي عليها دكتور وفي إطار رسالة المباشرة كان بعض الناس اللي رفضوا كوفيد ربما بطريقة الأكل ولا كيف أشخصنا نأكله وشنو اللي يخصوكم من نوع ربما كان بعض الأكل اللي يمنوع للناس اللي دوزوا كوفيد أو اللي كيعانيوا من كوفيد دابا واش كين شي تصير طيبي ومنطقي وما عنده رتباط لأنه كوفيد يعني هو يعني فيروس اللي هو تنفسي ولكن يعني المفتاح التقب اللي كيدكل بيه الخلايا يعني اللي دي الجسم موجود هالتقب هذا بشدة في الخلايا دي الجهاز التنفسي أو أيضا الجهاز الهدمي فلذلك بعد المرضى أنه كي يجيو العراض الأولية كلها جهاز هدمي خصوصا الإسهال وكيشفيد الحرق دي الرأس ولكن تقولك أنه كنت نتنفس بشكل عادي فبتالي من بعد ذلك بش كيبدو العراض دي الجهاز التنفسي هذه الحالات لاحظنا تقريبا من دسبة 16% أو حتى العشرين في المئة فبتالي الناس اللي هما تصابوا بكوفيد كيتعالجوا ولكن الحساب الصحة العامة دي لهم إلا تعافوا بشكل كامل أنه ممكن يصوموا لدينا شيء مشكل ولكن اللي باقي كحسب عاياء شديد وباقي يعني فتحت الأدوية إلى آخرين من الأحسن أنه كنظن بأنه ما يجهدش على الدات دياله خصوصا أنه من بعد ما كندوزوا كوفيد خصوصا الحساب الدرجة دياله لأنه بعد ناس يحتاجوا الإنعاش بعض الناس اللي لا فبتالي الناس اللي هما يعني مر منهم كوفيد وكان يعني الصعب يعني العلاج تخذ مدة طويلة إلى آخرين فالناس أدو من أحسن ماء أنهما يصوموا شيء ولكن كوفيد ما عنده شيء علاقة مع رمضان نهائيا ما عندهش علاقة مع الأكل هو فيروس يعني تنفسي بحاله بحال الرواح ولكن هو فيروس خاص اللي هو كي تنقل ما بالبشر دكتور عثمان شكرا جزيلا لك شكرا على المعلومات كلها التي تقاسمتها معنا لليخطيك وشرفتنا ونورتنا إن شاء الله نطلقوا بفرصة قريبة بإذن إن شاء الله رمضان مبارك سعيد كان معنا ومشرفنا الدكتور عثمان النافيدي أخي الصائفي جراحة الجهاز الهضوي ختاما مشاهدين الكرام شهر رمضان هو شهر اللي بصدق كيخصنا نبحثوا على التغذية الروحية أكثر من التغذية ربما الجسمانية المفروض أنه هناك ولكن كيخصنا نفكروا بالمكلة تكون بالتزان لأنه الأساسي في الصيام وأنه الجسم ديناك يرتاح الروح ديناك ترتاح وخصنا نستفدو من القيم الكبيرة دينات الشهر الفاضل نتمنى أن حلقة اليوم تكون نالت الإعجاب لديكم وتعرفتوا على مجموعة من المعلومات المهمة وغادي نعود نرجع ونأكد على الرسالة اللي وجهها دكتور عثمان ولي قالها في كل أجوبة على الأسئلة النساء والسكار والدهنيات رهما سبب المشاكل الصحية كلها إذن خاصنا نخفضوا ما أمكن من السكريات والدهنيات لأنها المخلفات ديالها على الصحة دينا كتكون وخيمة ووخيمة جدا كمغي نشكر الطاقم اللي رفقنا اليوم كاريم رايتسي في الإخراج سمعيلك حلاوي شكرا لكم أوفيئنا كنضرب لكم موعد الأسبوع الجاي دمتم فرعاية الله ليلة سعيدة وإلى اللقاء اشتركوا في القناة